موسيقى 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 كل يوم بنطلع عليكم من قلب عاصمة الياسمين بمجموعة من المواضيع والمحطات اللي بتلامس حياتنا اليومية ودائما برحلتنا الصباحية بنوجه تحيتنا بالبلادية الرجال الحق رجال الجيش العربي سوري اللي بنستمد الأمل والصمود منهم وقبل ما نبلش رحلتنا الصباحية بدي صبح على زميلتي لي يا يسعد صباحك يسعد صباحك ينور كيفك اليوم؟ مع المطرات مع المطرات غير شكل الله يبعث الخير يا رب صباح الخير صباح الأمل صباح الرزق والخيرات لكل مشاهدينا أكيد ويما كنتوا عم تتابعونا أكيد عم نطلع عليكم بحلقة جديدة من صباحنا غير من دار الأسد للثقافة والفنون لحتى نتواصل نحنا وياكم ونتبادل الفقرات والأفكار مع ضيوف ومواضيع أكيد بتهم كتار منكم وتحيتنا الصباحية من القلب لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري الله يحميكم يا شباب صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا فاصل ومن بروح نبلش صباحنا غير اشتركوا في القناة ليا متلك اليوم بنبلش رحلتنا الصباحية بجولة على آخر الأخبار المنوعة والبداية عن دراسة مرح تسر الصبايا كتير بتقول أن نوم أقل من سبع ساعات ممكن يزيد السعرات الحرارية بالجسم وتقدر بحوالي 385 سعر حرارية في اليوم وزيادة في منطقة الخصر بشكل خاص وبينصح الخبراء يا نور الأشخاص اللي بتتراوح عمارهم بين 18 وال64 عام هننا أكيد هننا رحي لازم يناموا بين السبعة والتسع ساعات كل ليلة وفقا لما ذكرته مؤسسة النومة الوطنية وبشدد الخبراء على أنه هذا الأمر حتمي للحفاظ على نظام غذائي صحي أكيد لي وأكد للباحثون أيضا أنه اللي بنام أقل من سبع ساعات يوميا هو يعرض لقيام بالنشاط أقل باليوم التالي لأنه بيأثر على قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية وزيادة الوزن ويوصل الخبراء بأن الناس اهتمام أكثر بعاداتهم الصحية والنوم أكثر من سبع ساعات لكن لازم ننام سبع ساعات وطلوع وخاصة بالليل لحتى يمكننا نحافظ على نظام غذائي صحي وإذا كان صبية مثل ما ذكرتي ما رح تكون موصولة كتير بس أنه كتير مهم مو بس للصحة والبشرة فلازم الواحد ينام نحن دائما نقولنا ننام أكثر من سبع ساعات بس ما كتير تزبط دائما لا لازم تزبط لحتى نحافظ على نظامنا الغذائي وهلا رح ننتقل لخبرنا التالي ولمصر فقط طور محل العصير قصب السكر بمدينة الإسكندرية طريقة جديدة وفريدة من نوع لتقديم المشروب المفضل بالبلاد إذ يقدم المحل لزبائن وقصب السكر عبر مدخة محطة البنزين أكيد ليالا أنه بيسعى رمضان يمكن لا جذب الزبائن بتغريقة غير تقليدية خلونا نتابع كيف بالمادة التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهلا رح ننتقل لفيديو يمكن نحصل على نسبة مشاهدة كتير عالية على معشب ملأ البالونات بالهليوم للتحليق بجنوب أفريقيا واستطاع أنه يطير مسافة بتزيد على 24 كيلومتر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نحنقر نانسي قنقر 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 نحنقر نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر نحنقر نانسي قنقر نحنقر 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 نحنقر